بلهجة حماسية حازمة لا تقبل التأويل جدد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ثوابت بلاده تجاه إسرائيل وذلك خلال كلمته أمام أكبر جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة الأيباك نؤكد بوضوح أمام العالم وأمام إسرائيل بأن الوضع المتغير في الشرق الأوسط لن يغير التزامنا العميق بأمن دولة إسرائيل لم ولن يتغير هذا الأمر الثوابت الأمريكية المعلنة وإن لاقت مباركة من الحاضرين إلا أنها لم تمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو من دق ناقوس الخطر بشأن برنامج طهران النووي نتنياهو قال أمام المؤتمر أن التلويح بالخيار العسكري هو ما سيدفع إيران للامتثال الكلمات وحدها لن توقف إيران وكذلك العقوبات يجب أن تتزامن العقوبات مع تهديد عسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية إيران إذن تحت المجهر الأمريكي الإسرائيلي لكن الوضع في سوريا وعدم الاستقرار في مصر كان أيضا في صلب كلمات بايدن ونتنياهو إيران وسوريا وسلام الشرق الأوسط في صميم خطبي ونقاشات الآيباك لهذا العام تخوف إسرائيلي من المستقبل ودعم أمريكي لا محدود محمد الأحمد سكاي ميوز عربية من قلب مركز المؤتمرات في العاصمة الأمريكية واشنطن ترجمة نانسي قنقر